اوصف المنتج ازاي؟ مش انت قلت لنا يا دكتور واسيم تاني حاجة حتقول لنا ازاي اوصف المنتج بالطريقة اللي هي تتماشى مع عقل العميل؟ طيب برأيكم كده اوصف المنتج بتاعي ازاي العميل لان الحتة دي خطيرة قوي زمان كان يقول لك لما تيجي تتكلم مثلا يقول لك ايه؟ يقول لك يا دكتور في حاجة اسمها صفات المنتج وفي حاجة فوائد المنتج ولما تيجي تتكلم يريد تتكلم بالسيلنج بوينتز اللي هي نقاط القوة بتاعت المنتج ده اللي هي الفوائد اللي حتبيع يتكلم بالسيلنج بوينتز فانتو ايه رأيكم؟ هل اللي بيبيع خصائص المنتج؟ ولا اللي يخلي العميل يقتنع ويشتري المنتج هي فوائد المنتج؟ فلو خصائص حط واحد لو فوائد المنتج حط في الإجابة رقم اتنين برأيك واحد ولا اتنين خصائص المنتج؟ ولا فوائد المنتج هي اللي بتبيعها؟ ها دكتور عمار فوائد المنتج تمام؟ ايه كمان؟ ها دكتور ريدا دكتور محمود دكتور محمد كيشك كله فوائد المنتج دكتور مصفة صفات المنتج خلينا اقول لكم الدراسة دي في شركة رائدة استشارية كبيرة او في المجال بتاعها اسمها سي اي بي الشركة دي هتعامل الدراسة؟ الدراسة دي نشرتها كد بتحاول تشوف هو ايه اللي بيخلي العميل يكون لويال كاسمر؟ يعني ايه اللي بيخلي العميل يكون عنده ولاء كبير لك وللمكان بتاعك وتتكرر الزيارات بتاعته؟ هل هي جودة المنتج ولا الخدمة اللي انت بتقدمها ولا الشركة ولا الناس اللي موجودين؟ تخيلوا الاجابة كانت ايه؟ الاجابة اللي توصلوا لها اني 53% من العملاء الاوفياء اللي هم لويال كاسمر العملاء اللي هم ولاء كبير قوي لك وللمكان بتاعك وبييجوا كتير 53% بسبب الناس المقنعين المتميزين الوقفين في المكان والسلوكيات اللي بيتتبعوها وهما بيتكلموا عن منتج بتاعهم 53% ده السبب اللي بيخلي الناس يبقوا لويال ليا ولويا للمكان يعني ايه؟ يعني بنأكد الكلام اللي احنا قلناه لا هي كانت المنتج ولا هي كانت الشركة ولا هي كانت الخدمة اما المين المقنع المتميز الوقف هما الناس ديت يا اما الناس ديت فعلا هتزود قعدة العملاء وحتزود ارادات المكان يا اما مش هو ده اللي هيحصل عشان كده دايما بنقول ايه؟ مصير المكان بييد المقنعين الوقفين في المكان وده بقى ييجي للسؤال اللي احنا بنسأله دلوقتي طب هي الصفات اللي بتبيع ولا فوائد اللي بتبيعها؟ تاخد المفاجأة لا هي صفات المنتج ولا فوائد المنتج ايه ده؟ حتى فوائد المنتج يا دكتور وسيم مش هي اللي بتبيع مش هي اللي بتبيع ومش هي اللي تقنع العميل تاخد المفاجأة التانية العلماء والدراسات اثبتت ان لما بتتكلم بفوائد المنتج تدمر المبيعات تاني لما بتتكلم بفوائد المنتج بتدمر المبيعات تقول لي لا دكتور واسيب كبيرة دي ده احنا على طول بيقولوا لنا في قاعات التدريب دي سيلنج بوينتز لما يدخل الراجل عليك المريض قول له سيلنج بوينتز لما يدخل عندك في المحل كلمه بالسيلنج بوينتز لما تدخل على الطبيب وانت ميدك الريب كلمه بالسيلنج بوينتز انا بقول لك اهو فوائد المنتج الدرسات اثبتت إن فوائد المنتج تدمر المبيعات ياه أمال هو هاي اللي صح شوف بقى ما هيش طبعا صفات المنتج أمال إيه قالك المزايا اللي ليها علاقة بالعميل هي دية اللي تزود المبيعات طب نوضحها أكتر خلينا نقولي الأول ليه فوائد المنتج تدمر المبيعات دراسات كتير حصلت في الموضوع دوت وكانت خلاصتها إن كل ما ادت للعميل فوائد كتير كل ما العميل اطلغبت يعني جون مدينة وجون مدينة عالم أعصاب مشهور جدا وهو برضو نفسه هو مؤلف كتاب قوانين العقل جون مدينة عالم الأعصاب قال إيه قالك كل ما ادت للعقل معلومات كتير كل ما العقل يحس إن الكلام اللي انت بتقوله دوت غير مهم ليه وما عدش مهتم باللي انت بتقوله فينسح بالعقل وعمرنا ما شفنا عقل متردد أو عقل غير مهتم بياخد قرار الشراء صح ولا إيه؟ عمرنا ما شفنا عقل غير مهتم بياخد قرار الشراء تقولي طب هي فواد المنتج اللي كان بتتقلن زمان دي كانت غلط؟ لا دي كانت صح وقتها كانت صح ليه وقتها كانت صح؟ وقتها كانت المنتجات قليلة والبدائل بتاعتها برضو مش كتير فكان سهل علي لنا أقدر أعمل حاجة اسمها comparative analysis أبتدأ قارن ما بين المنتجات ما بينها مضون بعض وأخد قرار سريع طب ودلوقتي هو الحال زي زمان لا الحال ما عادش زي زمان المنتجات كترت قوي نفس المنتجات الموجودة عندك موجودة عند غيرك بنفس الأسعار البدائل بتاعتها بنفس الأسعار بنفس المادة الفعالة بنفس التركيبة وكلهم بيشتغلوا لنفس الاستخدام فكترت قوي المنتجات فبقى صعب علي اللي أنا أبتدي اللي أنا أقارن ما بين المنتجات ما بينها وما بين بعض من كتر المعلومات الكتير المتوفرة ومن كتر ما الناس بقت مطلعة اليومين دول وقعد عن النت طول الوقت بتبحث وبتدور وبتقارن العملية تلغبطت فمعدش عارف ياخد قرار سريع ولأننا مطالبين ليحنا ناخد القرار بسرعة فتلاقي العميل يقولك لا أنا كده مش قادر أعمل حسابات العقلية المعقدة دي فمعدش سهل اللي انت تدي له معلومات زيادة أكتر من المعلومات اللي هو قردي دور فيها فكل ما هتدي له معلومات زيادة كل ما هينسحب ويحس الموضوع ده ملهوش علاقة بي يقولك آه عشان كده قلت لي مستين تلاتة أنا مش محتاجهم عشان كده سعره غالي لا خلاص خلينا شوفي مكان تاني لأن المنتج ده مش مناسب لي ما أكيد هتفع الرقم الكبير دوت علشان فيه تلاتة أربع مزانة مش محتاجهم طب واتفع فيهم فلوس ليه فيدتدي يدور على مبررات تخليه ما يشتريش المنتج اللي انت بتعرضه عليه تعارفين السبب كان فين؟ عشان انت قلت كل السيلينج بوينتس بتاعت المنتج يعني قلت فوقت المنتج ويقوم العلماء يسموا اللي بيحصل ده اللي هو اللي انت تسقل على العميل بالمعلومات الزيادة سموها ايه؟ يسموها فومتنج يعني ايه فومتنج؟ يعني لقيق يعني انت ترجع على العميل فيقول لك وانت واقف قدام العميل نو فومتنج اوعى ترجع عليه او يبقى فيه قيئ بايه؟ بالبينيفيتس الكتير اللي انت قعد تقولها طيب الصح اللي احنا نتكلم فيها دكتور راسين قال لك مزايا المنتج ايه هي مزايا المنتج؟ ايه الحاجة العميل عاوز يوصل لها؟ وفبالتالي تربط الفايدة دي بالمشكلة اللي موجودة عنده وتقوله ازاي ان المشكلة اللي موجودة عنده دي هتتحل اه طيب متيني بسكها واحدة واحدة هي صفات المنتج اللي هو ايه؟ تعريف المنتج هو المنتج ده عبارة عن ايه؟ يعني مثلا ازازة الميا دي ازازة ميا معدنية محطوطة في ازازة بلاستيك شفافة دي تعريف المنتج دي صفاته طب وفويد المنتج اه والله علشان هي في ازازة بلاستيك فمعناها لو اعطى الارض مش هتتقسر وهي ازازة معدنية عن نسبة الاملاح اللي فيها متوازنة مسلا فمش هتقزل كلا او هتعمل لك مشاكل بعد كده قدام دي فويده انما بقى المزايا اللي هتخصل عليها ايه؟ اه فاكر فاكر لما انت بقالك فترة بتعاني بسبب جنبك ده بسبب الاملاح اللي موجودة في جنبك املاح الاوكزليت اللي موجودة دي الشديدة اللي واجعك اللي ما تخليك مش عارف تنام كل ده بسبب الميا العادية اللي انت بتشربها بتشرب من حنفية على طول عاوز تخف عاوز الموضوع ده مايجي لكش تاني مش عاوز تتعرض للألم والعذاب الشديدة تاني بها هي لازم تستمر على الميا المعدنية دي علشان تنظف الكلة ومايجي لكش الألم الشديد اللي كان بيجي في جنبك اللي بيخليك تسرخ وانت قاعد هي دي اه ربطتها بايه ربطتها بميزة لها علاقة بمشكلة وبيمروا بيها ازاي هتتحل مش انت بتسافر كتير وبتطلع كتير عالطريق طيب ما هي ديت هتبقى معاك في ايدك في اي وقت علشان لو ما لقيتش بحطات بنزينة بانتها ضامل اللي انت معاك الميا بتاحتك ده ميزة تانية لحد تاني عنده مشكلة تانية خالص فهي feature benefit adventures ناخد امثلة عليها طب ما تيجي كده نمسك حاجة حاجة كده ونشوف الموضوع ده بيجي ازاي واحدة مثلا دخلة سوبر ماركت او دخلة صيدلية او دخلة مركز مستحضرات تجميل طبية وبتقول لهم انا عاوزة كريم عشان التجعيد الموجود في وشي فيقومت الفيتشر هعرض عليك كريم فيه مادة الكولاجين اه دي feature دي الصفة بتاحته ان هو فيه مادة الكولاجين الوظيفة بتاحته ايه الbenefit الوظيفة بتاحته ان الكولاجين الكولاجين ده لما هتستخدميه كريم اللي فيه مادة الكولاجين لما هتستخدميه التجعيد اللي عندك هتقل فشكلك هيرجع صغير تاني فحيبقى شكلك اه اصغر في السن طب وايه الميزة لا كتير بقى على حسب اللي قدامك بتدور على ايه فممكن مثلا الميزة اللي انت هتكوني جذابة اكتر ممكن الميزة اللي انت هتترقف الشغل ممكن واحدة تالتة خالص عندها مشكلة تانية خالص هتتجوزي يا ستي ففيه حاجات كتير تقدر اللي انت تقولها ومازايا كتير ده انت مثلا سقطك بنفسك هتزيد اذا كل واحد بتقوله الميزة اللي هي علاقة بايه بمشكلة او بحاجة هو بيعاني منها انت عارفها عارفها ومن انت بشه التدرس العملاء اللي موجودين عندك وانا فيه تسويق استراتيجي وبتدرس المنافسين وبتدرس العملاء اللي موجودين فانت عارف كل واحد داخلك ما هو ما ينفعش تبا انت وقف في المكان والناس بتتقرر عليك وتدخلك ومن انت ما انتش عارف ظروف الناس والناس بتفكر ازاي على اقل لما جيه وقف قدامك لما جيت تسأله اكيد طلعت بطريقة تفكيره هو بيدور على ايه وايه الاولويات بتاعته عاوز يوصل لايه فتاخد منه كلام وتقوم تربط فوائد المنتج باولوياته فيبتدر اللي طلع يكون طلع بهذه الطريقة طيب دلوقتي من كتر اعدتنا على الموبايلات بقى بيجينا جفاف في العين ده غير ان معظمنا اصلا دلوقتي كل شغله دلوقتي على الكمبيوتر واللابتوب فجفاف شديد جدا فيجي يدخل الصيدلية عاوز قطرة مرتبة دي الفيتشر حولها البينيفيت لما هتستخدم القطرة المرتبة ديت هتلاقي ان الرمل اللي انت بتحس بيه في عينيك هيروح الصداع هيقل دي بينيفيت بس ايه الميزة في كده يعني على فكرة لغاية كده ما يشتريش لازم تربطها بمشكلة هو بيمر بيها تعارف الميزة ايه الميزة اللي انت النهاردة ايام ما تشاط الفترة اللي احنا فيها دي هي فترة مرتشات فهتقدر اللي انت تتفرج على المرتشات وانا عارف اللي انت بتحب تتفرج على المرتشات وبقالك كتير مش عارف تتفرج عشان بيجي لك صداع مش قادر تكمل المرتش محروم من نطعة المرتشات او واحد تاني عشان تقدر تكمل المسلسل او الفيلم مع علتك وانت قاعد معاهم مبسوط او مع اولادك واحد تالت عنده موقف مختلف خالص انه هو ما بيعرفش يكمل شغله فتقوله ديت عشان تعرف تكمل شغلك من غير صداع ومن غير قلق عشان لو انت عامل بنا مقاول مثلا وقف في الموقع طول الوقت ومع الطراب والغبرة وعنيك ما انتش قادر لا خد القطرة ديت عشان تقدر تكمل شغلك اذا كل واحد على حسب الموقف اللي هو بيمر بيه على حسب ما انا حاخد البنفيت والفايدة واربطها بايه اه واربطها بالمشكلة اللي بيعاني منها واقوله ازاي هتتحل المشكلة دي واحد جاي يشيري منك عربية مثلا وانت بتتكلم بتقوله العربية دي في عازل للصوت طب يعني ايه عازل للصوت ايه اللي هيحصل يعني معناها البنفيت بتاعتها والفايدة للعازل للصوت ده وانت ماشي عالطريق مش هتحس بدوشة جوه العربية يعني مش هتصدع طب وانا حسفاد ايه برضو اصلا انت بتسافر كتير وبتطلع مسافات طويلة قوي فعشان الصفر الكتير والمسافات الطويلة اللي انت طالحها دي مايجيلكش اصداع شديد ما انتش قادر تكمل وتبقى سامع كل اللي بيحصل حواليك بره خالص عالطريق السريع لا ده انت هتتخلص من وجع الدماغ والصداع فهتبقى قاعد منسجم في حالة استجمام جوه العربية مش هتجل حاجة كده خلفية جنبك خلاص ناخد حاجة تانية برنامج على الكمبيوتر مثلا برنامج محاسبة على الكمبيوتر ده فيتشار هيعمل ايه يعني عشان تقدر تطلع منه التقارير بسهولة طب ويه الميزة يعني لا ده انت تسعين في المية من وقتك اللي كنت بتستهلكه عشان تطلع تقرير واحد كل ده هتوفره يعني مش هتضيع وقتك بعد كده في اللي انت تطلع التقارير يعني هتخلي وقتك السمين ده للحاجات الاهم اللي تجيه فلوس مش اللي انت تقعد ساعة ولا ساعتين عشان تطلع تقرير واحد ولا تجيه لك طلبية في الصيدلية تقعد تدخل كل حاجة مانوال على الكمبيوتر عشان تواريخ انتهاء الصلاحية فتاخد منك وقت كبير جدا والزباين وقفة اصادك بتستعجلك يلا خلص فين الحاجة لا كل ده هيحصل مثلا بالجهاز ده تمشي على البركود تلاقي كل حاجة دخلت لوحدة على الكمبيوتر الموضوع ما خدش منك ربع ساعة اللي كان بياخد منك يوم كامل او يومين زميلك يجي يكمل على شغلك خلاص بالجهاز ده هتدخل كل الطلبية على الكمبيوتر ومتسجل على الكمبيوتر تواريخ انتهاء الصلاحية ياه فتركز بقى مع العملاء ويبقى بالك رايق فتركز في الحاجات اللي تجيب لك فلوس وتزوت ارادات المكان بتاعك دي اسمها ميزة طيب انا حديكو دلوقتي حاسبلكو دقيقة وهقول لك فتشر وعاوزك تكتب لي البنفت والأدفانشز بتاعتها ايه ايه الأدفانشز اللي انت حتقولها للعميل بتاعك اللي حتخليه يشتري بإذن الله خلينا نقول اللي انت عندك جهاز ضغط ديجيتال جهاز ضغط اللي هو الرقمي اللي انت العميل بيستخدمه ده دي الفيتشر بتاعته عاوزك تقول لي البنفت بتاعته والأدفانشز اللي ممكن تطلع من حاجة زي كده المثال التاني نفترض ان في جهاز بخار موجود عندك صغير في الحجم البنفت من حاجة زي كده والأدفانشز اللي انت تقدر تستخدمها علشان اللي انت تقدر تقنع بيها العميل بتاعك دكتور عمار بيقول جهاز الضغط سهل الاستخدام وممكن تقيس بنفسك رائع شوفها دكتور عمار لغاية دلوقتي كده انت قلت بنيفت حولها الأدفانشز بقى ممكن تكون البنيفت الفايدة اللي انت قلتها دي تفيد العميل ازاي ايه الممكن الموقف اللي يكون العميل بيتعرض لي دلوقتي فتكون البنيفت ان هو يقدر يقيس بنفسه تكون البنيفت دية هي اللي هتحلله الاشكالية اللي هو بيمر بيها دلوقتي ها ممكن تكون ايه رائع دكتور عمار دكتور مصطفى بيقول جهاز الضغط سيبقى معك في البيت في اي وقت عاوز تطمن على نفسك اه خطيرة دكتور مصطفى اه جابها دكتور مصطفى قالي الأدفانتج اهي ها في اي وقت عاوز تطمن على نفسك مش هتضطر تروح لمستشفى عشان تطمن ادي أدفانتج مش هتضطر تنزل المستشفى مش هتضطر لانت تنزل في الصيدلية خلاص عندك في البيت اه جهاز الاستنشوك دكتور ردا جهاز الاستنشوك تستعمله في اي مكان في البيت وكمان في حالة انقطاع الطيار الكهربائي تقدر تستخدمه باي مكان رائع اه دكتور ردا اه رائع جدا لان في بلاد دلوقتي عندها انقطاع كبير جدا في الطيار الكهربائي في دول كده مصر كان في مرحلة من المراحل كان بيقطع عندنا الطيار الكهربائي كتير سوريا طول الوقت الغاية دلوقتي بيقطع الطيار الكهربائي عندهم فحاجة زي كده هتبقى كويسة اه اليمن في بعض الاوقات الطيار الكهربائي بيقطع عندهم فلو انا مثلا واحد في الخليج فلو قدامي حد مثلا يمني بيطلب مني جهاز بخار انا ممكن من خلال الجزئية دي ومن خلال اسئلتي لو فهمت ان هو حياخده وحينزله اليمن يبقى انا هقول له لا يبقى هتاخد الجهاز ده تقول لي بس ده غالي ده ب900 ريال ده ب1000 ريال في حاجات عندك بتلتمية ليه بتديني ابو الف اقول له عشان ابو الف هو الوحيد اللي هينفع يشتغل لما ينقطع الطيار الكهربائي عندكم مثلا في اليمن او عندكم في سوريا لو حياخده وينزله سوريا اه شفت من خلال فهمك لطبيعة العملاء المتواجدين حوالين المكان بتاعك بدأت اللي انت تختار الادفانشز اللي انت هتشتغل عليها وايه انسب المنتجات اه وايه انسب المنتجات اللي تعرضها عليهم يعني الموضوع ما عادش له علاقة بالفلوس خالص هو لو خده بتلتميت ريال ما هو خص الفلوس معظم الوقت مش هيشغله يبقى كان الاحسن ياخد ابو الف صح ليه لانه هو الانسب وانا هنا بقولي الانسب مش الافضل لان كل عميل حيبقالوك جهاز الخاص دي تعارفين احد الزملاء السيادلة بيحكيلي بيقول لها دكتور واسيم نجحت لنا ابيع اغلى جهاز بخار عندي لعميل واقف بيسألني على ارخص جهاز بخار عندك تاني الحتة دي خطيرة قوي احد الزملاء السيادلة بيحكي بيقول لها دكتور واسيم نجحت اللي انا ابيع اغلى واقيم جهاز بخار موجود عندي لواحد اصلا داخل بيسألني بيقول لي اديني ارخص جهاز بخار موجود عندك عملتها ازاي دكتور نالفاضل بيقول لها دكتور داخل علي بيقول لي ديني ارخص جهاز موجود عندك جهاز بخار فبيقول لي اول ما سمعت كده على طول جي في دماغ قلت بس يبقى الراجل ده اكيد بيسأل في كل مكان طالما بيقول لي ايه ارخص جهاز موجود عندك يبقى الراجل ده بيقارن فلو قدت له اقيم جهاز عندي اكيد حيمشي وحيسبني ليه لانه هو اكيد سائل في حدة تانية واكيد راح بقى هايبر ماركتس وسوبر ماركتس واكيد شاف اونلاين فهو بيدور على مين ارخص واحد يبيعه وديت على فكرة حكمة وفتنة من زمننا فيقوم يديله ارخص الاجهزة وبيقول كمان كان عنده طولز ان هو يقدر يستخدمها عشان يقلل السعر كمان فقلل له السعر كمان على الجهاز بالطولز اللي هي متاحة لي فالرجل كده قال لك اه فعلا خلاص انا هشتري من عندك شوف بقى الحتة الخطيرة دي وانس واول ما الراجل قرر خلاص ان الصيدلية دي وان زمننا الصيدلي ده هو اللي هشتري من عنده لان هو اللي فعلا عنده ارخص الاسعار فبدأ زمننا يعمل شغله الصح بدأ زمننا يغير له اولوياته ايه ده وانا ممكن اغير اولويات العميل اه لان احنا زم احنا عارفين ان العميل لما بيجي يختار بيختار الحاجة مش شرط تكون الحاجة الانسب لي ومعظم اختياراتنا بتكون ضد مصلحتنا فنبقى محتاجين واحد اكسبرت واحد خبير واحد مستشار امين هو اللي يقول لنا فين القرار الصح فيقوم زمننا يعمل له اعادة لترتيب الاولويات يقول له يا دكتور راسيم يقول له بقول لك ايه بس الجهاز ده مش هينفعك انت اللي هينفعك الجهاز تاني خالص قال له ازاي يعني قال له مش انت مسافر امريكا الشهر الجاي قال له فعلا قال له طالما مسافر امريكا الشهر الجاي بانت محتاج جهاز ينفع يطلع معك في الطيارة ولان مدة الصفر على الطيارة المدة طويلة جدا فانت ممكن لقدر الله تتعف في اي وقت فساعتها لازم يكون معك الجهاز ده عشان لو لا قدر الله حصل حاجة يبقى الجهاز ده اللي يلحقك قال له فعلا صدقت انا فعلا محتاج حاجة زي كده قدي دي كده اعادة ترتيب الاولويات قال له اصح له ايه الانسب في حالته ايه فقال له تصدق فعلا وهنا كانت فرصة لنزمنا يعرض عليه اقيم جهاز موجود لو هو جهاز الموبيل ديفايس اللي انا بكلمك عليه لو هو صغير ده والرجل يشتريه عشان هذه الميزة فكان داخل بيقارن ما بين الصيدلية وما بين المنافسين اللي ممكن يبقى اونلاين او سوبر ماركت او هايبر ماركت وبيشوف مين ارخص واحد بيبيع وبيقول له قل لي كده ايه ارخص حاجة عندك يقوم هو نفسه الراجل ده في نفس الموقف يشتري اقيم جهاز ليه لان ازمنا لما جاء تكلم معاه اتكلم معاه بالطريقة feature benefit advances ايه الـ advances المفروض اللي انت تكون بتدور عليها عشان هتنفع situation او الموقف اللي انت بتمر بيه ايه فعلا المنتج اللي هيحسن ظروف حياتك فكاتهية دية اللي خليته يعرف يبيع كويس اوي اقيم جهاز موجود عنده يبقى احنا مش بنعرض مجرد selling points وخلاص مش كده ولا ايه يبقى احنا مش بنعرض benefits وخلاص مش كل حاجة موجودة في المنتج ينفع اقولها مش كده ولا ايه انا بس لما باجا اتكلم بتكلم بالحاجات relevant يعني ايه الحاجات relevant للعميل الحاجات اللي هي علاقة بمشاكل العميل اللي بيدور على العميل اللي ممكن زي في حالة زي بنا كده ما كانش يادري عنها ما كانش يعرف عنها فما كانش واخد باله من المشكلة اللي ممكن تحصله فازمينه نبهه لما نبهه وشاور له عليها فيقوم الراجل يدرك حجم المشكلة وبيبقى سهل عليه ان هو ياخد القرار اللي في مصلحته اللي هيعود عليه بالنفع الحقيقي ليه؟ لان العميل لا بيسمعش غير قناة اذاعية واحدة بس ايه القناة الاذعية الوحيدة اللي بيسمحها العميل قناة اسمها WIIFM ايه قناة الFM دي يا دكتور واسين دي قناة اسمها Whatnet for me يعني كأن العميل بيقولك من الاخر كده اللي موجود في المنتج ده ينفع لي Whatnet for me اللي ينفع لي موجود في المنتج ده فما تقوليش كل حاجة لو قلتلي كل حاجة مش هاشتريه انما قولي بس اللي ينفع لي وصلت يا دكتورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة